اشتركوا في القناة من الموضوعات الجميلة جداً في القيامة موضوع تلمزايا عمواس موجود في إنجيل معلمنا لقاء الصحر 24 قصة تلمزايا عمواس بس أنا عايز قبل ما نتأمل شوية في تلمزايا عمواس أقول كلمتين مهمين ياريت اللي عارفهم يبقى كويس أو يسبتهم أكتر واللي مش عارفهم يعرف احنا بنقول إن المسيح هو الله المتجسد أو بنقول إن لهوته لم يفارق ناسوته تقولي تاب إزاي يبقى ببطن العدرة ولهوته لم يفارق ناسوته أقولك اللهوت ده لا يحد يعني هو بطن العدرة ومالي كل مكان ولكن خدمة العدرة الجسد الإنساني والتحد باللهوت والعدرة ولدت الطفل يسوع برضو لهوته لبه يفارق ناسوته لغاية ما جد أحداث الصليب والمسيح يتعلق على الصليب يقولك إزاي إله حاشا إن الله يتعلق كده على الصليب وإحنا بنقول المسيح على الصليب لهوته لم يفارق ناسوته تقولي اللهوت إزاي خلي بالك إن ألام المسامير والحرب بتقع على الجسد لكن اللهوت موجود فيه لكن اللهوت ما تقصرش زي ما فسرهنا البابا كرولوس عمود الدين قالك لما يكون عندي حتة حديدة وحميها في النار حطها في النار لغاية ما تحمر كده لو جي الحدد يعي يدق عليها ويتنيها مثلا الدقة ده ينزل إيه على الحديد وهي فيها النار لكن النار هتتأثر ما تتأثرش فاللهوت ده زي النار لهوته لم يفارق ناسوته اللهوت موجود لكن بدق المصمر مصمر بينزل على إيه على الجسد واللهوت موجود ما يتأثرش فالمسيح وهو بيدق في إيده المسامير وضرب لهوته لم يفارق ناسوته وكل الألام نزل على الجسد واللهوت موجود ولكنه ما بيتأثرش طبعا واللي بعد كده لما المسيح أسلم الروح هنا المسيح إنسان كامل متحد باللهوت إنسان له جسد إنساني وروح إنسانية لما يموت الروح بتفارق الجسد أي حد يموت الروح بتفارق الجسد فالمسيح لما أسلم الروح على الصليب روحه الإنسانية فرقت جسد يبقى مات المسيح طب اللهوته لما يفارق ناسوته يبقى الروحه لما طلعت من الجسد متحدة باللهوت والجسد اللي خدوه يتفنه ده برضو متحد باللهوت تبقى إيه الدليل لما تحط الجسد في القبر الجسد المسيح لم يرى فسادا أنت عارفين أي حد يموت ما فيش تبص تلاقي كل أجهزته تحللته ولو قاعد يقوم لحاجة ممكن تطلع ريحته وكلام من ده أي إنسان لكن المسيح اتحط في القبر لم يرى فسادا ولا خلية واحدة فسادا ليه؟ لأنه متحد باللهوت فيبقى الجسد اتحط في القبر متحد باللهوت بدليل أنه لم يرى فسادا طب والروح اللي خرجت برضو متحدة باللهوت أما الروح دي لما طلعت الشيطان متعود أن كل إنسان كان بيموت يقبض على روحه يروح يوديه على فين؟ على الجحيم والشيطان هيج اليهود وهيج الرومان عشان عايز يخلص من المسيح قال لما المسيح كان متعلق على صليب الشيطان كان مهيس أو مزقطت خلصنا منه أما لما المسيح أسلم الروح جاء ياخد روحه بقى إيه؟ زي بقيت الناس عشان يوديها على الجحيم ويقرب منه ايه؟ اتصعق الشيطان لأن اللهوته ايه؟ لا يعني اللهوت متحد بالروح الإنسانية دي فأصبحت قوة جبارة إلهية الشيطان اتصعق وجي المسيح بدل ما هو الشيطان يقبض عليه يودي الجحيم المسيح هو الأبد على الشيطان وقيده وجي المسيح رايح على الجحيم مش ده الجحيم ده بتاعك يا أشتان وده اللي انت حابس في النفوس دخل على الجحيم نور في الجحيم يبقى روح المسيح لما راحت الجحيم لأنها متحدة باللهوت نورت الجحيم كله وبقت كل الأرواح اللي قدسين بتوق العهد الأديم انشرحوا يعني واحد زي آدم ده بقاله خمس تلاف و خمسمائة سنة في الجحيم منتظر الساعة دي داود قاعد في الجحيم معني داود كويس وآدم كويس داود قاعد في الجحيم بقاله ألف سنة ما عرفش أشعياء بقاله سبعمائة سنة وهكذا كل وإبراهيم وكل القديسين والأنبياء بتوقع العهد الأديم كانوا في الجحيم الشيطان حابسهم فأول ما المسيح بروحه المتحدة باللهوت دخل الجحيم وفك ايه او طلع كل الأرواح اللي كانت ميتة على الرجاء وأرواح القديسين طلحهم من الجحيم وودهم على فين؟ على الفردوس لأنه أقل اللص اللي يميل اليوم تكون مع الفردوس وطبعا بقيت الأرواح الشريرة بتاع العهد الأديم استنت في الجحيم وساعة القيامة بقى الروح دي اللي كانت في الجحيم دي منورة في الجحيم وبتنقل الناس للفردوس روح متحدة باللهوت راحت على الجسد اللي في القبر والتحد بالجسد تاني يبقى يصحى الروح بترجع للجسد يبقى صحي بس جسد اللي كان في القبر اللهوت ده ما لكل مكان فبرضو اللهوت متحد بالجسد واللهوت متحد بالروح اتحدت فاتحد بجسده بالجسد اللي في القبر فقام المسيح قام بقى بالجسد الجديد أو الجسد الممجد مش جسد مادي زي اللي كان بيه بدقه في المسامير ويأكل ويشرب وينام ويتعب وكلام من ده الجسد اللي ايه الجسد الممجد اللي احنا هنقوم بيه برضو في يوم القيامة المسيح هيددينا جسد زي بتاع قيامته ده في يوم القيامة هنقوم بقى احنا كلين هنقوم شوفوا ملايين ومليارات الناس هتقوم بس هتقوم بأجساد ايه روحية مش ما اقول جسدية مش هنعمل زي يقولك يوم الحش يعني مش هنقوم بأجساد مادية مش هنقوم بأجساد مادية أجساد ايه روحانية زي اللي المسيح قام بيه المسيح لما قام الأكفان محطوطة كهو منفوف الأكفان وفيه منديل كده محطوط على راسه قدام قام ازاي بقى ده هنا المسيح عين بالجسد الجديد خرج من الأكفان كده مش سلت نفسه منها ولا قاموا عادي يفك نفسه فخرج من الأكفان فاستنت الأكفان زي ما هي والمنديل عند الرأس زي ما هو وبعد كده من القبر عمل ايه القبر مقفول خرج من وسط الحجارة كده وطلع وقام لأن المسيح قام بالجسد الرحاني اللي هيدهولنا عشان كده لأنجيل تهتم قوي يقول لك ان يحنى نظر دخل للقبر ونظر الأكفان ويضيف حتة غريبة قوي يقول لك والمنديل عند الرأس زي موجود عند الرأس ليه لأن المسيح قام كده وساب الكفن زي ما هو فالانجيل فعندها حتة دقة في ذكر الأكفان دي بالذات عشان كمان ما يعرفوش ان المسيح تسرق لو فيه لص جاي يسرق جسة ميتة هيخدها بلفتها ويجري لكن اقول لك لقوا الأكفان هو اللص هيجي يفك الجسة دي من الجسد بتاعها ويحطه مش ممكن فموجود الأكفان بالوضع ده والمنديل بتاع الرأس قدام دليل ان الجسد المسيح ما تسرقش ودليل المسيح قام بطريقة معجزية جديدة دي الكلمتين مهمين جدا ياريت ان انا قاعد اكررهم في كل اجتماع وكل داسته لخمسين لغاية ما نحفظهم صم عشان ما حدش ابدا ايه يتشكك لحظة يعني ايه لهوته لم يفارق ناسه ناخد كلمتين تأمل بقى في ايه في تلمزاعة مواسل قصة الجميلة دي اللي موجودة في انجيل معلم للوق من اول عدد تلات عشر طبعا يوم الحد المسيح قام وظهر لمريم المجدلية وظهر لبطرس وظهر لمريم المجدلية تاني واحداث الخبر الايام عمالية تنقل في ارشاليم كلها وبتدت الناس كلها تسمع الخبر طبعا الامر غريب هو دايما انا اقول لكم ايه ان القيامة بالنسبة المسيح مش غريبة لكن بالنسبة لنا احنا يعني ايه ما يتيقوم فكان حدث القيامة امر غريب على كل الناس حتى التلاميذ كانوا متشككين والدنيا كلها كان متشككا فتلمزية عمواز دولت سمعوا ان المسيح قام بس مش قدني نصدقوا وسامعوا من مريم المجدلية بتقول ده انا شفت برضو مش قدني نصدقوا قال لك خلاص بقى يعني المسيح كانت قصة جميلة جدا مع المسيح عشنا معاه دول من من ضمن الرسل يعني مش من التلاميذ لتناشر تلمزية عمواز دولة بس عاشوا مع المسيح الفترة شفنا معجزات وشفنا قوت وشفنا ويخرج الشايتين واهم ميتين بس يخسارة اهو ماتوا الدفن بس تشوف هما بيقولوا ايه بقى واذا اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة من ارشاليم ستين غلوة القرية بتاعتهم دي اسمع عمواز تبعد عن ارشاليم ستين غلوة انا حوالي 11 كيلو ياخدوها ماشي كده ماشي تقول لها ساعتين ماشي العالم اسمهم قرية اسمع عمواز وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان طول ما هما مشين في السكة عم يتكلموا على الحوادث صلب المسيح ودفنه وبعدين بيقولوا قام ومريمات بيقولوا قام ودي عمال يتكلموا عن المسيح اما لما يتكلموا على المسيح بصوا لقى المسيح ماشي جنبه بصوا هما مع ايه معارفوش في الاول الانسان اللي يتكلم عن ربنا ويتكلم عن المسيح اللي قال المسيح جنبه اذا اجتمع اثنين او ثلاثة بايه باسم يكون ايه في وسط وفيما هما يتحوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما طبعا المسيح هنا بعد القيامة دي ظهور من ظهورات المسيح بعد القيامة وكان يمشي معهم ناس مسافرة ماشى لقوا واحد طبعا الناس اللي بتسافر ماشيين دول غالبا لما يقابلوا بعض وهم ماشيين يتجمعوا يتحدوتوا على ما يخلص المشوار يعني فبس لقوا شخص اللي هو المسيح يعني بس هما معرفوهش في الاول اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما حاجة جميلة ولكن امسكت اعينهما عن معرفته ليه امسكت اعينهما عن معرفته خلي بالك المسيح بعد القيامة مفروض ما يتشافش بالعين لانه أعين بالجسد الممجد او الرحا لكن المسيح كان يظهر نفسه عشان يأكد قيامته طبعا فالمسيح كان ايه يظهر نفسه فممكن يبقى موجود جنبيه ومش شايفينه لكن هو لما يظهر نفسه يهيبان فكان يظهر نفسه يعني هو واحدة زي مار المجدلية في الاول افتقرته البستاني فابتدأ يظهر نفسه ليه فلازم المسيح هو اللي يظهر نفسه واحد ماشي جنبه ومفتقره شخص غريب ماشي مروح ولمسافر زيهم امسكت اعينهما عن معرفته فقال لهم المسيح بقى ابتدأ ايه ياخد الحديث معهم ما هذا الكلام الذي تطرحاني به وانتم ماشيين عابسين قال لهم بتتكلموا في ايه انتم ماشيين زعلانين كده طبعا زعلانين زي ما بقول لكم كانت قصة جميلة مع المسيح بس النهاية كان بالنسبة لهم كانت صعبة قوي قوي واحنا كلنا عشنا احداث الصريب في الجمعة الكبيرة قال لهم بتتكلموا في ايه وانتم ماشيين عابسين كده او زعلانين كده خلي بالكم من مداخل المسيح خلي بالكم من المسيح يخش في الحديث ازاي ويجذب الناس ازاي ويعمل ايه جميل المسيح جميل جميل لما تقرأ الاناجيل الاربعة كده تبقى فرحان ومزقطة من اسلوب المسيح وعلاقته مع الناس فقال لهم هذا الكلام لاستطرحاني به وانتم ماشيان عابسين فاجاب احدهما الذي اسمه كوليوباس واحد من الاثنين دول كان اسمه كوليوباس ويقال في التقليدات ان التاني هو لوقة لوقة الانجيل اللي كتب القصة دي غالبا ان يكون التاني هو لوقة بس ايه ما اذكرش اسمه لكن على الامام اللي كتب في الانجيل اسم واحد اسمه كوليوباس وقال له فجيب كوليوباس واحد من التلميذين دولك رد على المسيح قال له ايه ده وانت مش في الدنيا فاجاب احدهما الذي اسمه كوليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك في ارشاليم ولم تعلم الامور التي حدست فيها في هذه الايام قال له ايه ده هو انت مش في الدنيا ده الاحداث اللي حصل في ارشاليم دي ده كل الدنيا عارفة بيها احداث الصليب وما جرى حول الصليب وزان بقول لكم احنا كلنا عايشنا في اسبوع الالام والجمعة الكبيرة قال له هو انت وحدك المتغرب في ارشاليم وانت انت الغريب ما تعرفش ولم تعلم الامور التي حدست فيها في هذه الايام اما المسيح قال له ايه فقال لها وما هي طبعا ده المسيح عارف كل حاجة بس لازم المسيح ايه يشد ايه الحديث عشان بعد كده يدخل القلوب الناس كويس زي ما عاد ايه مع السامريا ايه يشدها في الحديث لغاية ما ايه افتدت ايه تطلع اللي في قلبها قال له وما هي فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب قال له ايه اللي بنتكلم عن المسيح يسوع الناصري ده اللي كان انسان هم بقى هنا اسموا نبي كان نبيا مقتدرا في الفعل والقول يعني اقوالك القوية وافعاله قوية امام الله وجميع الشعب وبعدين كيف اسلمه رؤساء ده يسوع الناصري النبي المقتدر في القول والفعل كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا قضاء الموت وصلبوه قال له ده كان شخصية عجيبة وازاي ان الرؤساء بتوعنا رؤساء الدين بتوعهم يعني والحكام اسلموا وصلبوه اللي هيخلص اسرائيل بس هم زي ما احنا عارفين كلنا كان لسه فكرهم عايزين المسيح يعمل يخلصهم من الرومان ويعمل مملكة ارضية ودول برضو بازال كان نفس قال لك ده كان مقتدر في الفعل والقول وكنا افتقرنا انه هو اللي مزمع ان يخلص اسرائيل ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم لقوا ثلاثة ايام منذ حدث ذلك بقالوا ثلاثة ايام دلوقتي من يوم ما صلبوه اما عمل يحكوا الاحداث اللي عاشوها بل بعض النساء منا حيرننا اذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده خلي بالك عشان ما عندهم ايمان بالقيامة اوي او مش قادرين يقول قالوا لما راحوا القبر ملقوش جسده قالوا ده قام بل بعض النساء منا حيرننا اذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده اتينا قائلات انهن رأينا منظر ملائكة قالوا انه حي ومضى قوم من الذين معنا الى القبر زي بوترس يوحان فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء واما هو فلم يروه ده ايه اللي بيحكيه تلمزي عمواس عن المسيح كلام كويس بس في ضعف ايمان كلام كويس بس ما وصلتش لدرجة مين هو المسيح مجرد انه هو نبي مقتدر في القول والفعل وكنا نتمنى انه هو اللي يخلص اسرائيل ويعمل مملكة اسرائيل ولكن للأسف اتصلت والمحيرنا اكتر ان بعض النسوة بيقولوا ايه ده ايه جي المسيح بقى ايه اخد منهم الحديث وابتدى يرد عليه خلي بالكم ان طول عمر المسيح وهو موجود على الارض يتناقش مع اليهود كان المعلم الصالح يا ما صحح افكار لليهود غلط وتصرفات لليهود غلط طول ما هو في تعاليمه الثلاث سنين ونص كان بيصحح الافكار المغلوطة اللي حطوها واضفوها على الناموس وعلى الدي فقال لهم يسوع هم الغدلات ما يعرفوش ان ده يسوع ايها الغبيان والبطيئة القلوب في الايمان انتوا ازاي مفهمتوش عمل المسيح او من هو ده المسيح ازاي مفهمتوش انتوا بطيئة الايمان ايمانكو ضعيف بجميع ما تكلم به الانبياء خلي بالكو دول يهود واليهود عندهم العهد القديم مليان نبوات على المسيح ومليان رموز على المسيح واظن واظن كلنا عيشنا في اسبوع العلام وكان القراءات بتطلع لنا النبوات والرموز والاشارات على المسيح في منتقى الجمال ومنتقى الدقة فالمسيح قال لهم ازاي انتوا ما تعرفوش الانبياء كتبوا ايه عن المسيح بطيئة الايمان بجميع ما تكلم بيه الانبياء اما كان ان ينبغي اما كان ينبغي ده الانبياء قالوا كده اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل في مجده هما طبعا اتصدموا في الام المسيح قال لهم انتوا لو كنت اريين الدين بتاعكم كويس واريين الانبياء كويس كنت عرفتوا انه كان لازم يتألم بعدين يدخل في المجد اللي هو القيام لان الاشارات عن الام المسيح كتيرة جدا في العهد الاديم وايضا اشارات عن القيام وفي ثلاث يوم كمان مكتوبة في العهد الاديم ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم لهم الامور الامور المختصة به في جميع الكتب الكتب اللي هي الاصفار العهد الاديم يعني يبقى من موسى من موسى اللي هو الطورة الخمس اصفار الاولانين قاعد يجب يجب لهم النبوات اللي موجودة اللي موجودة في الاصفار الخمسة الاولى من موسى ومن جميع الانبياء خد انبياء كبار وانبياء صغار كل النبوات على المسيح وايضا كمان في جميع بقيت جميع الكتب ان كان مزامير ولا اي امثل ولا غير كلها فيها نبوات على المسيح يبقى هنا تلاقي المسيح كده فرش لهم العهد القديم كله من اصفار موسى لاصفار الانبياء لبقى الكتب او بقى الاصفار طلع لهم كل الاشارات طبعا الجماعة دول امان يعني صحيح جواهم اكرم ده بس برضو مش قادرين يرتفعوا لمستوى ان المسيح ام ديت وهو اللي بيكلمهم ده ام الاموات وجاي ماشي جنبهم مش ام الاموات والنس وبيقولون ده ام ده وماشي جنبهم ابتدأ من موسى وجميع الانبياء يفسر لهم اللي هو مغتص به في جميع الكتب ثم اقتربوا من القرية بعد ما قاعد بقى ايه يكلموا ده كله وضح لهم كل حاجة من العهد القديم كله اللي هما كيهود عارفينه ثم اقتربوا الى القرية التي كان خلاص خصل الساعتين تقريبا المشي دولة قربوا من القرية بتاعته مع المواز ديت التي كان منطلقين عليه والمسيح بعمل نفسه ايه انه عن اذنك طب انا ماشي انتو وصلت عن اذنك وهو تظاهر انه كأنه منطلق الى مكان بعيد انتو وصلته بالسلامة بقى انا ماشي هو عمل نفسه رايح ايه مكان تاني لكن الناس دول كويسين يعني ده كانوا تلامزة للمسيح يعني مزكوا فيه جامل ازاي يعني تمشي معنا المشور ده ويدخلنا في الغروب هو وديني هتليل لازم تيجي تقعد ترتاح شوية وتاكل لأم ومبعد انتبشي وقال لهم هذا هو الكلام فالزمه قائلين امكس معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار فدخل اليام قسمعه مسكوا فيه اوعد سيب المسيح يمشي اوعد سيب المسيح يمشي امسك فيه جامل امسك فيه جامل دخلوا بيتك دخلوا قلبك انت وشطرتك بقى لكن المسيح يعد علي واسيب ويمش اشوف على المسبح واسيب وامش معقولة اوعد خلي المسيح يمش مسكوا فيه جامل ام لما مسكوا فيه هيبتدوا بقى يشوفوا العجب فدخل اليام قسمعه فلما اتكأ معهما لما قعدوا اخذ خبزا يقدموا زي اكل يعني اخذ خبزا وبارك وكسر وناول هما خلي بالكم الالفظ دي ايه احنا عارفين ها كويس احنا عارفين هم عارفين ها برضو كويس اخذ خبزا وبارك وكسر وناول هما ده ايه ده تناول هتلاقيه لما قاعد معهم في الخمس العهد بالليل عمل كده قال لنفس الكلام وحتى برضو بيبارك الخمس خبزا قال الفاظ شبيه بدي وما عارفين الفاظ بتدوا بقى ايه الله ده طريقة كسر الخبز دي مش غريبة علينا والالفاظ اللي بتتقال دي مش غريبة علينا ايه ما يكونش المسيح ما يكونش المسيح اخذ خبزا وابارك وقصر وانهولا فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما يبعرفو امتى عند ايه كسر الخبز وربما بعض الناس بقال تأمل تأملات جميلة اقول لك ممكن هو بيكسر الخبز شافوا اثر المصمر في ايديه فعرفوه انه هو ده المسيح هنا قال بعضهم لبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فينا واحنا ماشيين في السكة الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب لحظة وعرفته وعرفته في الحال فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهم البعض لم يكن قلبنا ملتهبا فينا سكان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقام في تلك الساعة خلي بالك بقى التأثير فقام في تلك الساعة ورجع الى ارشيل مش انتم كنتم مروحين خلاص ورجعين بلدكم وقلت المسيح كان موز كنا نتمنى انهو يخلصنا لكن يخسرت صلب ورجع روحهم في الحال ما قعدوش ما بيتوش في بيتهم قالوا روحوا الصبح رجعوا في الحال لسه جايين ماشي ساعتين رجعوا وطبعا في الرجوع كانوا بيجروا فقام في تلك الساعة ورجع الى ارشاليم ووجد الى احد عشر مجتمعين رحوا دخلوا على الى احد اشر تلميذ وهم مجتمعين في العلية عند ماري مرقص هم والذين معهم وبعض النسوة وكلامه جاينا وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان واما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق هما قاعدوا يقولوا ده ده المسيح ايه ده ظهر لبطرس ده ظهر المرن المجدلية اما هما داخلين وهم وظهر لنا احنا كمان واما هما واما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفوا عند تصل الخبز وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام ولكم وهم ده ظهر لهم بقى في العلية ده الظهور ده المكتوب في انجيل يوحنى ان المسيح ظهر لهم في العلية بس تشوفوا الاحداث رائعة لما تجمع احداث الصليب ده كلها من جيل متة ومرقص ولوقة ويوحنى وتعملها على بعضها كده تحس بجمال قصة جميلة بس مليانة عماق ومليانة قوة وتحيي قام تلميذ كانت ميتين قام تلميذ كانت ميتين قام يا مريا المجدلة كانت ميتة قامت وانت لما تعيش الايامة برضو كنت ميت تقوم يا ريت ربنا يمتعنا باحداث القيامة الجميلة ارجع اقرى الانجيل احداث القيامة واستمتع وخد نصيبك من القيامة لالهنا المجدد دائم الى الابد امين